مرحبا بكم مع هذا الخبر الذي يتحدث عن فيكي كوشال زوج كاترينا كافي هذا الزوج كاترينا كيف هذا الممثل الهندي الذي ظهر ضمن ترداد جوجل وبمناسبة زفافه من كاترينا كيف وهو من موليد 16 مايو عام 1988 ومواطن من مواطن الهند وزوج كاترينا كيف ومهنته ممثل فيكي كوشال من موليد 16 مايو عام 1988 هو ممثل هندي يعمل في الأفلام الهندية وهو حاصل على جيزة الفيلم الوطني لأفضل ممثل وجيزة فيلم فيغ وظهر في قائمة مجلة فوريس الهند لأقوى المشاهير في عام 2019 حصل على شهادة في الهندسة من معد رجيف غندي للتكنولوجيا وكان يطمح لأن يدخل عالم السينما حيث ساعد أنراج كشياب في إنتاج فيلم عصابات واسيبور عام 2012 ولعب أدوار ثانوية في أفلام أخرى وكان أول دور قياد له في الدراما المستقلة في فيلم ماسان في عام 2015 ونال هذا الفيلم جهازة الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام وجيزة اسكرين الأفضل ظهور لأول مرة وبعد ذلك لاعب دور البطولة كشرط مختلف الفيلم الإيصارة النفسية رامان رغاف للمخرج كاشياب عام 2016 أما حياته المبكرة والمسيرة المهنية ولد كوشال في 16 مايو كما ذكرنا 1988 في شول في ضواحي ممباي لعائلة بنجابية ووالده هو منتج الأفلام شام كوشال وله شقيق أصغر يدعى صني وهو ممثل أيضا ووصف كوشال نفسه بأنه طفل عادي كان مهتما بدراسة ولعب الكويكيت ومشاهدة الأفلام حرص والده على أن يحصل ابنه على مهنة مستقرة حيث حصل على شهادة في الهندسة في الأكترونيات والاتصالات من معد رجيف غندي للتكنولوجيا في موباي وخلال ديارة صناعية لأحدى شركات تكنولوجيا المعلومات أدرك أن الهندسة الوظيفة المكتبة لا تناسبه وبدأ يفكر في دخول مجال السينما وبدأ بيرفق والده في مواقع التصوير ولاحقا درس التمسيل في أكاديميز كيشوري ناميد كابور وعمل كمساعد للمخرج أنراج كاشياب في فيلم عصابات والسيبور المكون من جزئين ولاعب كوشال دورسن هو في فيلم كاشياب ومنها لفشوفتي تشيكين كورانا وموباي المخملية في 2015 وفي الفيلم التجريبي القاسير جيك اوت في 2013 ولعب كوشال دور البطولة الأولى في الفيلم الدرام المستقل لمسان في عام 2015 ومن خراج نيراج غيوان الذي عمل معه سابقا كمساعد في فيلم عصابات والسيبور وقد أخذت دور بدلا من راجو راجو كوما راو والأجل إتكان دوره في الفيلم الذي يمثل شاب في منطبقة اجتماعية اقتصادية منخفضة يطوق إلى حياته أفضل قد أقوشال بعض الوقت في موقع تصوير الفيلم فراناسي ولاحظ ثلوكيات الرجال المحللين وعرض الفيلم في مهرجان كان السينما الدوري عام 2015 وحصل على جائزتين وحصل فيلم ماسان على إشادة من نقاط واعتبرت صحيفة نيروك طايمز مسار رائد للواقعية المتزيدة في السينما الهندية وصف نيخيل تانيجا من مجلة هافين غونون بوست أداء كوشال بأنه مؤثر ولا ينسى وفز كوشال أيضا بجائزة الأكاديمية الهندية الدولية للأفلام وجائزة سكرين لأفضل فيلم لأفضل ظهور لأول مرة وترشح لجائزة الفيلم الأسوية لأفضل وفي الجديد احتفل مهرجان بوشان السينما الدولي عام 2015 بعرض الفيلم درامي زويان حيث مسألة كوشال فيه دور رجل حزين تلعثم بعض وفات والده وبعد الانتهام من فيلم وجد كوشال صعوبة في الابتعادة عن الشخصية وبدأ يتلعثم في الحياة الواقعية ووصف جسنت شنغي في مجالة فرايتي كوشال بأنه بوهوب ويزاب بشكل طبيعي ولعب كوشال في فيلم الإصارة النفسية رامان رغاف في 2016 دور ضابط شرطة مدمنة على المخضرات وطارت قاتل متسلسل يدعى رامان رغاف ولكن آداء روزويان ورامان رغاف كان ضعيفا في شباكة تذاكر ترجمة نانسي قنقر